السلام عليكم شكرا الكلام الطيب اللي دخليه لدائم الفيديوهات ما شاء الله اليوم درت الخبز وخرج زوين لديد ما شاء الله خفيف كما كتشوفو انا من طب صافي ضغياء بقيت ناكل مع الزيت زيتون ومع الزيتون شربت به هلاتي فطرت به مززوين تبارك الله ما شاء الله هوا وغادي نقول لكم الطريقة والمقادير كلها كلها اذا بغيت نخلي لكم حتى بعد الفيديوهات متاع الخبز هوا تبارك الله هدرت فيه زيت زيتون جزين زين تبارك الله انا نخلي حتى يبرد مزيان مزيان عاد باش نقطعه باش يكمل الطيب دياله باش مخصله باش ميتعجنش باش نقطعه فمن الاحسن من الاحسن انه حتى يبرد الخبز عاد باش نقطعه ماشي مثلا احنا بغينا نصوره اذا فضغيته مثل ما هو حامي وحنا نقطعه باش نصوره او لا زعم هادو الاسحاب القناة اللي عندهم القناة من الاحسن خليه يبرد وتصوري على خاطرك هذي كيام والخبز منه درته هكذا ودرته عاوده هكذا فارغ بالوسط اذا بغينا فارغ بالوسط لا تقبوهش ولكن ديروله واحد درجه عالية 250 كراد من يخمر سوف نخليه 250 كراد وهو يكون رقيق ومن بعد لا تقبوهش باش يكون هكذا تبارك الله محفر في الداخل و250 كما درت له 250 درجه الفوق تحته الفوق 250 درجه يعني اعلى درجه الفرانت على الكهرباء انا عندي اذا فمن بعد مهم بعد الليل فنطيبوه في الصبح نطيبو الخبز دينا في الليل واحد كيرتاح اذا فنفكرو وش ننضيرو الغدد دي ما ان شاء الله هيك ان شاء الله بإذن الله يكون مزيان اذا فكننا مشينا بعد خرجنا شرينا حوايج وغادي نقول لكم دقيق وشكرا بعد اللي انضميتو القناة هنا عندي بجديدات هاو الدقيق دي اللي درت فيه هادا فاغين دي فرومان ودرت عليه فاغين دي بان هادا درج فاغين ودرت فيه هادا اللي كاتشوفو ببيض هنا في البلاستيك فاغين دي ساقل ودرت فيه عاود واحد الخور واسمي دا الرقيقة رقيقة الفين وفين وفين وفينو هيقولوا له بليدون في المغري بليدو بليدو وهذاك الفارينة البيضة هادا الشي اللي درت فيه شيخ مستة تبارك الله نتع الدقيق هادا الفارينة فيها النخالة فاغين دي فرومان والبيض ودقيق نتع هادا كنتع الشعير هاهو هادا هو بعدها هادا نتع فاغين دوغجة هاهو وفيه بعدها الخور فيه هادا هادا كفيه الخميرة فاغين دي فرومان هادا هاهو هادا نتع اللغج الاخور نتع فاغين دي فرومان فيه النخالة وهذا السميد الرقيق الرقيق بزاف بزاف على الفينو رقيق على الفينو يقولوا له بليدو بليدون بكري كان يقولوا وهذا فاغين دي ساقل دقيق الجودار كنت ندير احتفر الحسوة أهو نتعرف لكم هادا هاهو نتعرف لكم هادا فيهن نخالة هادا غير دقيق الجودار هادا بليدون هادا دقيق الرقيق متحون عاد السميد الفينو ولكن متحون كتر وهذاك الدقيق انتع الشعير وست معاه دقيق لبيد الفورس مهمة كل فنجان كي يتوزن 300 قرام كل فنجان 300 قرام وخلطته كله من بعد درت فيه شوية الملح ملح هاو درت عليه الملح وحتى ما يلقى ما يلقى صغيرة هاكذا كعامرة من بعد 20 قرام نتعرف الخميرة المعجونة مالعجونة لابد من بعد الت ميلا في المدافئ وخلطات جيد وخلطت حوالة حوالة باستفاده زعونة بفرغت عليها المعجونة وبقولها المعجونة وفرغت عليها المعجونة ونخلط على الماء ونقوم بلقى المعي القول ليصل الجود للعدد لكي نرى القهوة نضيف الزيت الزيت ثلاثة كبارات ونضيف الزيت الزيت نضيف الزيت من المؤكد له دهين وصافي لأنه لاسق كان دهن وصافي يتديه بالماء هذا هو تلسق العجينة شاهدتم ولكن ترفضيها لاسق مهم من بعد ندهن يتدي وصافي بالماء وعلى فكرة صافي صافي. علاش لانه باش ما يلسقش الاعود باش ما نعمره بالماء. وغيباش هذا صافي كنت خمر صافي. كان خمره وفرغت له الهواء شوية هكدا. وعاد باش بديت نصور معلش. مهما نفرغت له الهواء كله كله. كان ديره في الواسط. من بعد كان ديره في الواسط هكدا. ومن بعد. من نفرغ من هذا الهواء اذا فنغطسه في الدقيق. نمره في الدقيق. ونضي الكويرات. ونخليهم صافي فوق واحد هدك البلاتون تعل الفران. ونبدي نقرسه نقرسه ونقرسه ونقرسه ونقرسه. لانه هو غادي ما بين الخميرة. ما بين يخمر. ما بين الفران غادي يغلط شوية. اذا انا فضرته هكدا رقيق يعجبني رقيق هكدا. بعض المرات وبعد المرات نديره غليط ما كان مشكلة. اذا فهكدا ومن بعد نقرسه في الواسط. نقرسه في الواسط هكدا. ها هو شفتو رقيق لانه غادي يخمر صافي معلش. مهم هكدا. حاود ندير واحدة اخرى. اه وي غادي نقول لكم هنا واحد هدك الهدك الهدك اللي درنا تبارك الله خمسة. لكم شوتي مع الكمية اللي درتها تبارك الله درتش يخمسة ما شاء الله. اذا كا غادي نديرولو. زوج الوالة نديرهم. نشعل الفران ونطفيه ونخليهم باش نسهلهم التخمير. اما الاخرين نخليهم صافي يخمروا على خاطرهم. علش لان لو جاوي يخمروا من روح احدا. غادي يضيعوا. اذا ها هو خمر تبارك الله في الفران. من بعد خرجته قبل. ما يخمر كتر كتر. خرجته. خرجتك الزوج وحدا خرجها قبل. هادي صافي خمرت. اذا فقبل ما تكملت خمير بززاف. شعلت الفران. ودرت الفران فيها بشي طيب. من بعد صافي طاب. تبارك الله ها هو. وغادي نبرلكم معادة اخرين. ها هو. هاديك تقيبة إلا كانت مهمة نقول مبتدئة مثلا. إلا كانت تقيبة إلا كانت قبل ما نديروها كانت بدايرة. كانت مسدودة. إذا كي غادي نديرو لها. غادي نديروا واحد. وخاص بعدينا نديرو في الماء. او لواحد معي القمضورة نديروها في الماء ونزيد ونفتحوها. باش ما لا يسقش على الماء ونمشي لها التخمير. ها هي. ونبدأ نديروها في الفران. ها هو. او تبارك الله ميت سمعوا ها كده. محفر يعني رح صافي طيب. نخرجهم الفران نخليه حتى يبرد من زيان مزيان عاد باش نديروه. ها هو تبارك الله ما شاء الله خفيف. ما هو. و حتى يبرد من زيان مزيان عاد باش نقطعوه. نعرف بان التصوير ضغيات بعد المرات نبغي وضغيا نكملوه ولكن لا. اللي عندها التصوير تخلي حتى يبرد من زيان عاد باش دير هذا الخبز لان سينو غادي يضيع حاكتك. حتى يكمل طيب ديالو عاد مين يبرد يكمل طيب ديالو. ها هو تبارك الله ما شاء الله. ها هو تبارك الله خفيف. هدا قلت لكم زوج الولا سهلت لهم التخمير. اللي باقي خليته يخمر غيب شوية باش هذا يطيب على خاطره. ها هي كيه. باش ما يطيب على خاطره مرة واحدة. اذا كان لدينا الفران كبير. ايو ها هي كيه. يا ريان انا عندي الفران صغير. كما انت على الكهرباء تعرفوا هدو. او هم صغر. ما غاديش نديروا نطيبه. بحالي لابغينا نقدروا نطيب واحدة. نقسمها على 4 صغيرات. اوه. ها هو تبارك الله هدفلوا. انا هكذا اللي درت. اه بدي تناكلوا. مع مع زيت الزيتون والزيتون وماشاء الله. وهذه كنت نصور فتدرت عليها شوية الزيتة. هذي كرة مشيرة غي نقطع. ذي كنت نقطع زيت زيتون وصافية. من اللي كنت نصور. وها هو تبارك الله ما شاء الله خفيف. ها هو. نبينه لكم. وعندي هناك في القناة ديالي هنا يا. اذا بغيتوا وصفات اخرى منتع الخبز مثلا اوروبي. او خبز تنجرة. او خبز البامبيتا. كما بغيتم بحال مثلا خبز البازلامة. منتع توركي. كما بغيتو. رأيت عندي هنا الوصفات ما شاء الله. مهم هذي اللي كنت وريت لكم. قلت تحت تبرد مزيان. وها هي. تبارك الله. خاوي فارغ من الوصف كما شفته هنا يا هكده. هذا بغيتو هكده ندرتو. الى ما بغي. الى بغينا يخرج هكده محفر اذا ما ندلولوش تقيبة في الوصف. مهم شكرا للمشاهدة السلام.